بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلبات السنواء العام معادنا النهاردة في الكيميا إن شاء الله في حلقة من مراجعات الاتزان الكيميائي والاتزان الايوني حلقتنا النهاردة على تطبيقات على قانون فعل الكتلة طبعا يشرفني أن أنا أكون موجود مع أستاذنا الكبير أستاذ سامي أهلا بيك أستاذ سامي أهلا بيك يا أستاذ رمضان وأهلا بالطلبة بتوعنا إن شاء الله ونتمنى لهم كل الخير بإذن الله رب العالمين إن شاء الله تبقى حلقة موفقة بإذن الله ويستفادوا بيها أعزائنا طلبة وطلبات السماعة العامة إحنا طبعا الباب الاتزان الكيميائي والاتزان الايوني وقانون فعل الكتلة أول ما نذكر كلمة قانون فعل الكتلة لازم نفتكر أسامي العلماء اللي موجودين معانا في الباب دو كلنا عارفين جولد بيرج وفاج وأستفالت والعالم الكبير اللي شاتليه في قاعدة مهمة جدا جدا عندنا طبعا لا يخلو أي امتحان على مدار السين فاتت والأمتحان الجاين إن شاء الله من واحد من الثلاث قوانين دول قانون فعل الكتلة قانون أستفالت قانون وقاعدة لوشاتلي بأثارها المختلف عايزين نفكر أولادنا الطلبة وأكيد هم فاكرين ويذكرون الوقت السامي ببعض التعريفات البسيطة بقانون فعل الكتلة وقاعدة أستفالت وقاعدة لوشاتلي قانون فعل الكتلة للعالمين جولد بيرج وفاق القانون بينص على عند سبوط درجة الحرارة يتناسب معدل التفاعل الكيميائي تناسبا طرديا مع حاصل ضرب تركيزات المواد المتفاعلة كلهم مرفوع لأس يساوي عدد الجزيئات أو الآيونات دا طبعا السامي بعد الشرط الأساسي في قانون فعل الكتلة اللي هو عند سبوط درجة الحرارة دا اللي بنبدأ بها القانون عند سبوط درجة الحرارة يتناسب معدل التفاعل الكيميائي تماما رفت عليك فالطالب لازم يعرف يعنيه كلمة معدل تفاعل الكيميائي معدل تفاعل الكيميائي مقدار التغير في تركيز المتفاعلات في وحدة الزمن جميل مقدار التغير في تركيز المتفاعلات في وحدة الزمن في بعض الطلبة السامي يقول لي طب ما مقدار التغير في تركيز المتفاعلات طب ما نقول مقدار التغير في تركيز النواتي طبعا ده كلام ما ينفعش هو معدل تغير تركيز المتفاعلات في وحدة الزمن ده بالنسبة لمعدل التفاعل أو سرعة التفاعل قبل ما يكملوا نخش القونية الثانية سرعة التفاعل بيأثر عليها مجموعة من العوامل أول حاجة طبيعة المواد المتفاعلة تاني حاجة العامل الحفاظ الضوء التركيز الضغط درجة الحرارة دي بيسموها العوامل المؤثرة على معدل التفاعل الكيميائي وفيه فرق بينها وبين العوامل المؤثرة على تفاعل متزن أو النظام متزن كده خلنا على لوشة ليه النظام المتزن العوامل المؤثرة فيها ثلاثة بس التركيز والضغط ودرجة الحرارة لما يقول لي ما هي العوامل المؤثرة على معدل التفاعل الكيميائي أو للستة طبيعة المواد المتفاعلة العامل الحفاظ الضوء التركيز الضغط درجة الحرارة لما يقول لي ما هي العوامل المؤثرة على نظام متزن التركيز والضغط ودرجة الحرارة طبعا التلاثة عوامل على نظام متزن دي قاعدة مهمة ليه قاعدة لوشة ليه اللي هي بتنص على إنه إذا أثر مؤثر خارجي على نظام في حالة اتزاب فإن التفاعل بينشط في الاتجاه اللي بيلغي أو يقلل هذا المؤثر والمؤثرات التلاتة زي ما قال أستاذنا الفاضل اللي هو التركيز والضغط والحرارة عاوزيني تكلم على طبيعة المتفاعلات بسؤال علل كده على طول هنا طبيعة المتفاعلات طبعا فيه نوع ربطة وفيه المساحة كل ما بتزيد المساحة بتزيد فرص التصادم بين الجزيئات وأساس التفاعل لازم فيه تصادم ما بين الجزيئات برضو فيه تفاعل بيتم بين روابط آيونية وتفاعل بيتم بين روابط تساخمية فمعنا السؤال الأول بيقول لنا إيه علل محلول كلوريد السوديوم مع محلول نطرات الفضة لحظي بينما تفاعل صناعة الصابون بطيء احنا عندنا اللي بيحكمني في الموضوع ده أستاذ رمضان إن المركبات الآيونية لما بنعمل منها محاليل بتبقى متأينة جهزة فالتفاعل بتتم بين الآيونات عشان كده بتبقى لحظية سريعة ها سريعة يبقى أنا عندي المركبات الآيونية بتبقى أصلا بتبقى في صورة محاليل يعني أنا ما أقدرش أجيب شوية نطرات فضة في إيدي وأجيب شوية كلوريد السوديوم صلبين ورح أعملهم كده عشان تفاعلوا مع بعض لازم أعمل من ده محلول وأعمل من ده محلول على سال سيحصل تأين مجرد ما بضيفهم على بعض الآيونات بايه بتتحد مع بعضها الآيون الموجب من هنا ياخد الشق السالب والآيون الموجب من هنا ياخد الشق السالب من هنا فبيبقى التفاعل لحظي سريع أما المركبات اللي فيها الرابطة التساهمية التفاعلات بزاعتها بطيئة شوية طب إيه سبب البطء؟ لأن التفاعل بيتم بين الجزيئات ده لسه الجزيء هيصطدم مع جزيء ويصطدم يا ما صطدمش فده بياخد إيه وقت شوية فإحنا هنا بنقول بالنسبة للرابط التساهمية زي صناعة الصبون ده بياخد وقت لإن ده بيتم مما بين الجزيئات وده بيستغرق وقت لكسر الروابط بين الجزيئات عشان يتم إيه التفاعل يبقى الأول إحنا بياخصل كسر روابط وبعدين يبدأ يكون روابط جديدة فده بياخد وقت منه يعني صناعة الصبون من ضمن التفاعلات اللي هي البطيئة نسبيا اللي بتاخد يوم أو اثنين مع أنه فيه تفاعلات بطيئة جدا جدا زي صباح الحديد برضو فيه سؤال على طبيعة المتفاعلات تاني السؤال ده جيت كذا طريقة بيقول لي إيه؟ علم يستخدم النيكل المجزأ ولا يسقطع النيكل في هدرجة الزيوت أو ييجي بطريقة تانية يفضل استخدام العامل الحفاظ على هيئة مصحوق أو مجزأ في التفاعلات الكيميائية أو في بعض أنواع التفاعلات بنضع بلاتين يكون أفضل وأنه يتم التفاعل في وجود بلاتين على هيئة مصحوق نعم تلت السئلة بمعنى واحد وإجابتهم واحدة أو ساعة وقابل كيه برضو سؤال ليه كتل مصحوق الخرسين يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك أسرع من كتل الخرسين هي القاعدة سابتة أن كلما زادت مساحة السطح المعرض للتفاعل زادت سرعة التفاعل كلما المساحة بتزيد كلما سرعة التفاعل ايه بيزيد هي قاعدة سابتة كلما زادت مساحة السطح المعرض للتفاعل زادت سرعة التفاعل ماشي كده طب يعني دو أساسا كلما بتزيد السرعة كلما بتزيد المساحة كلما تزيد فرص التصادم دوما زود سرعة ايه طيب فيه سؤال عندي لسا أذنك نكتبه كده سامي لو أنا معايا إيه سؤال زي كده معايا كولوريد فضة في المواد المتفاعلة يعني أتب معادلة كيميائية أتب معادلة يعني هنكتب أه A G C L تفاعل متازن ساهم رايح جاي A G M U G B زائد C L سالب يعني هنا حصل إيه تأيون طبعا المادة بتاع كولوريد الفضة الحالة في زيئية صلبة والأيونات اللي طالعة في سورة A Q محلين ومديني الكي سي في السؤال ده مديني الكي سي اللي هو واحد وسبعة من عشرة في عشرة أستسالب عشرة نلاحظ هنا الكي سي هنا إيه عشرة أستسالب عشرة السؤال بقى بيقول لي علل على نفس السؤال اللي قدامي ده عدم قابلية كولوريد الفضة للزوابان في المياه في هذا التفاعل عدم علل عدم قابلية كولوريد الفضة للزوابان في المياه في هذا التفاعل أهم حاجة واضحة قدام الطالب قيمة الكي سي سؤال في غاية الروا أنا عندي كولوريد الفضة هنا مركب شحيح الزوابان في المياه يعني معدل الزوابان بتاعه بسيط جدا طيب هو السؤال بيقول لي علل عدم قابلية كولوريد الزوابان كولوريد الفضة الزوابان في الإيه في المياه أنا ببص القيمة الكي سي قيمة الكي سي هنا أقل من واحد صحيح اللي هي واحد وسبعة من عشرة في عشرة قصة سالة بعشرة هاي بدأ أقل من الواحد إيه صحيح طالما أقل من الواحد صحيح معنى الكلام ده أن تركيز النواتج أقل من تركيز المتفاعلات والتفاعل العكسي هو السائد والأكثر حدوثا بمعنى إيه بقى إن لو آيونات الفضة لقيت آيونات كولوريد يتحدوا مع بعض يديني كولوريد فضة أما إن كولوريد الفضة يتأين إلى آيونات فضة وآيونات كولوريد ده بيبقى إيه صعب شواء صعب على أساس إجابة بتاعته أقول إيه هقول إيه أن قيمة الكي سي أقل من الواحد صحيح أي أن تركيز المتفاعلات أعلى من تركيز النواتج والتفاعل العكسي هو السائد أو الأكثر حدوثا تمام يعني ده تفاعل متازن عادي والتفاعل إنعكاسي في اتجاه طردي واتجاه إيه عكسي بس بيسوت التفاعل في الاتجاه إيه العكسي لأن قيمة الكي سي أقل من الواحد الصحيح سؤال حل سؤال تاني معانا برضو بسؤالين ثلاثة بنفس الصيغة يقولني أعلن من غير معادلة أو الحاجة في معادلة ثابت الاتزال لا يكتب تركيز الميا أو تاني في معادلة ثابت الاتزال لا يكتب تركيز المادة الصلبة اللي هي S المياه ليكويد والS المادة الصلبة أنا عندي ثابت الاتزال أصلا إيه هو تعريف ثابت الاتزال إيه أو قانون فعال كتلة بيقول إيه إذا حدث تغير قانون فعال كتلة بيقول عند صبوط درجة الحرارة يتناسب معدل التفاعل الكيميائي صلعة التفاعل أنا عايز أعرف معدل التفاعل الكيميائي يعني إيه؟ مقدار التغير في تركيز المواد المتفاعلة يعني أنا كل شغلي على المواد اللي بيحصل تغير في التركيز بتاعها طب أنا عندي المياه تركيزها ثابت يبقى ما يشتغلش عليه إذا ما يشتغلش عليه يبقى ما يشتغلش عليه فلما يجي يقول لي لها يكتب الماء السائل أو المواد الصلبة أو اللي الرواسب عند حساب ثابت الاتزال إيجاب بتاعتي بكل بساطة لأن تركيزها ثابت مهما اختلفت الكمية بتاعتها لا يفتح عليك تركيزها ثابت مهما اختلفت الكمية وفي نفس الوقت بقولي الطالب إيه أنا مش عايزك تقول وإنت مش فاهم إحنا عندنا قانون فعال كتلة بيقول إيه؟ عند صبوط درجة الحرارة يتناسب معدل التفاعل الكيميائي طب ايه هو معدل التفاعل الكيميائي مقدار التغير في تركيز المواد المتفاعلة طب المادة اللي عندي تركيزها ما بتغيرش يبقى لا يؤخذ في الحزبات طيب فيه سؤال تاني فيه معادلة السامي المعادلة نكتبها كده N2O4 في حالة اتزام 2 NO2 الناتج المعادلة طبعا باينة بتاعة اصل الحرارة على ايه ساني اكسيد النيتروجين دل تقيتش هنا اشارتها سلبة ده تفاعل طارد السؤال بيقول لي عن من التفاعل اللي باين قدامي ده عند تبريد ده غاز ساني اكسيد النيتروجين في دوره مغلق حبرت ساني اكسيد النيتروجين هو N2 لو لونه بني محمر يختفي لونه البني المحمر ويعود لونه مرة اخرى عند التسخين المعادلة عندي N2 و 4 مواد متفاعلة الدتني نوادك 2 NO2 و دل تا اتش اشارتها سالب او مش لازم اكتب دل تا اتش سالب هكتب زائد زائد طاقة يقول لي عن ليل عند تبريد ده غاز ساني اكسيد النيتروجين في دوره مغلق يختفي لونه البني المحمد ويعود لونه مرة اخرى بعد ده التسخين انا بقول للطالب ايه انت دلوقتي امسك القلم كده من النص اعتبر ده التفاعل بتاعي هو بيقول لي تبريد تبريد يعني ايه انا هسحب درجة الحرارة طب لما اجي اسحب درجة الحرارة يبقى التفاعل ينشط في الاتجاه الايه في الاتجاه الطرد طب لو زودت درجة الحرارة التفاعل ينشط في الاتجاه الايه العكسي خلاص كده بس انا بس يعني انا عايزك بس تأكد لي من المعادلة المعادلة كده معدولة ولا مقلوبة انا كده او كده اه لا بخلى عشان بس بيه احنا عندنا انه اوتو اه في الاول اه تمام كالثاني اكسيد النيتروجين تحول لرابع اكسيد النيتروجين ولو تكتبت كده صحيح ماشي انا لو خدت الدورة بتاعي ايه وحطيته جوه مية سخنة تمام يبقى التفاعل هينشط في الاتجاه الذي يقلل الزيادة في درجة الحرارة فبيمشي في الاتجاه العكسي مصبوط طب لو عملت عماية تبريد يعني انا بسحب درجة الحرارة يبقى التغير بتاعنا انا بسحب يعني اصبت نوتو في الاول ايوة وبعدين تتحلل نوتو في الاول ايوة ده اللي انا صدق عشان تبقى ايه عمالية مصبوط تبريد وتسخيل تمام تمام طيب يبقى كده في اصل الحرارة اصل الحرارة برضو عليه سؤال مهم يا شباب بيقول لي علل لي ما يأتي تزداد ده سرعة التفاعل كلما ارتفعت درجة الحرارة سرعة التفاعل بتزيد مع زيادة درجة الحرارة سؤال جميل لما يقول لي علل ليه درجة الحرارة بتزيد برافع سرعة التفاعل بيزيد برافع درجة الحرارة اقول للطالب على مهلك هقول له لان رفع درجة الحرارة يزيد من عدد الجزيئات المنشطة ذات السرعات العالية التي لها القدرة على كسر الروابط عند التصادم هو ايه اللي بيخلينا سخن ان التفاعل على البارد مش شغال كويس طب مش شغال ليه لان الجزياء طاقة الحركة بتاعتها قليلة طاقة الحركة ده الاساس طاقة الحركة بتاعتها ايه قليلة فلما بتصطدم مع بعض ما بتكسرش روابط الروابط تكسرش طب انا بعمل ايه بديها طاقة حرارية الجزياء بتحول الطاقة الحرارية الى طاقة حركية فالسرعة بتاعتها بتزيد لما سرعة بتاعتها بتزيد عند التصادم بتكسر الايه الروابط يبقى انا رفعت الحرارة فزادت طاقة الحركة ايوه لما برفع الحرارة بتزيد طاقة الحركة فبتزيد فرص التصادمات بين الجزياءات المتفاعلة وده بيكسر روابط وبيكون لروابط جديدة فبيزود من سرعة التفاعل فبقول للطالب قلها بأسلوب بسيط لان عند رفع درجة الحرارة تزداد عدد الجزياءات المنشطة اللي هي طاقة حركة عالية تمام ذات السرعات العالية التي لها القدرة على كسر الروابط عند التصادم طب الطاقة الحرارية اللي حولتني الجزياء الكسلان ده الى جزياء منشط بسميه ايه بسميه طاقة التنشيط طب ايه هو طاقة التنشيط الحد الادنى من الطاقة التي يجب ان يمتلكها الجزياء لكي يتفاعل عند التصادم الحد الادنى من الطاقة التي يجب ان يمتلكها الجزياء لكي يتفاعل عند الايه عند التصادم فيه سؤال حلوة اوه اختياري هنا بيقول لي عند اضافة عامل حفاظ ليزيد من سرعة التفاعل ومديني في الاختيارات بيرفع طاقة التنشيط ولا بيقلل طاقة التنشيط هي حد ادنى يبقى لازم يقلل طاقة التنشيط عشان يزود سرعة الايه التفاعل فيه كامثلة العوامل حفاظة كتير جدا جدا منها السؤال المصطلع علمي اللي هو بيقول لي الجزياءات من البروتين موجودة داخل جسم الكائن الحي تقوم ببعض العمليات الحيوية والبيولوجية داخل جسم الكائن الحي الانزيمات طبعا كده ايه ده تعريف من التعريفات سؤال مهم اقول للطالب خلي بالك بالحاجات الصغيرة اللي موجودة بين السطور دي ما تعدهاش احنا بنذاكر كل حاجة باستاذ رمضان واللي يجي ما يجيش ما يجيش بس انا بتعلم كيميا احنا دلوقتي داخلين على مرحلة ان الطلبة بتوعنا بدأ يبقى عندهم ما يبقى فيه شيء التوتر ابني بنتي ان شاء الله انت عملت اللي عليك يعني القرآن بيقولك ايه اقرأ وربك الاكرم انت عليك الاراية باقصى قدر ونتيجة الاراية دي على الله سبحانه وتعالى فمحدش يتوتر انت عملت اللي عليك ان شاء الله ربنا يكرمك بي اذن الله بني اوفاهم كلهم ان شاء الله رب العالمين طيب نشوف بعض الامثلة على قانون فعل الكتلة وقاعدة لشت ليه المعادلة الرئيسية لازبات قانون فعل الكتلة باضافة كلوريد الحديد السلاسي الى ثيوسيانات امونيوم ده سؤال مهم ده سؤال جميل ده يربط كذا حتة الحاجة التانية السؤال ده موجود في كتاب المدرسة بيقول للطالب ايه وضح بتجربة عملية اثر التركيز على معدل التفاعل الكيميائي ده سؤال مهم يبقى انا عندي كلوريد الحديد 3 F E C L C R اللون بتاعه اصفر باهت هيتفاعل مع سيوسيانات الامونيوم 3 N H 4 S C N هيحصل تبادل مزدوج هيديننا 3 N H 4 C L زائد لون احمر دموي F E S C N F E C C R ده سيوسيانات حديد 3 اللون بتاعه احمر دموي اللون بتاعه احمر دموي دي المعادلة بتاعتي معنا كولوريد حديد 3 كلوريد الحديد 3 اللي هو لونه اصفر اللي هو اللونه اصفر باهت هلاقي ان المحلول اللون الاحمر الدموي بتاعه بقى داكن يزيد ها ده دليل على ايه انه لما اضفت كولوريد الحديد 3 ازداد تكون سيوسيانات الحديد 3 عشان كده دايما اقول الطالبي خلي بالك ها اقوله خلي بالك زيارة التركيز في احد طرفي المعادلة المتزنة يجعل التفاعل ينشط في الاتجاه الايه الاتجاه الاخر فانا لما زودت كولوريد الحديد 3 التفاعل يشتغل في الاتجاه الطردي واداني سيوسيانات الايه الحديد 3 اللي هو اللون الاحمر الدموي أنا عارب أنت عايز تربط الكيميل العضوية تفضل مع السؤال الشهير بتاعنا اللي جاء بكده اللي هو كيف تميز بين الفينول وسايوسيانات الأمونيوم طبعا مع الفينول لما بضيف كلوريد حديد 3 بيظهر اللون البنفسيجي لكن لما بنحطه مع السايوسيانات أمونيوم بيظهر معانا إيه اللون الأحمر قدمه طبعا أنتم مستنين أن احنا نطبق دلوقتي على قاعدة لوشتلي بمثال جميل جدا والمثال ده موجود في تدريبات كتابنا كتاب المدرسة ومن الأسئلة المهمة جدا تعالوا نكتبه مع بعض السامي فضل السامي السؤال اللي أنا معايا هيدروجين زائد ثاني أكسيد الكربون تفاعل معكاسي بيدينا H2O زائد CO طبعا كل دي عبارة عن غازات كلها غازات كلها عبارة غازات هيدروجين زائد CO2 كون عندي H2O زائد CO والتفاعل ده تفاعل ماص للحرارة يعني دي لتعيدش إشارته إشارة إشارة بموجب عاوزين نخلق من نطاق السؤال الأول إزاي أطلع الكي بي هنا عاوزين نكتب القانون الرياضي للكي بي لهذه المعادلة التعبير الرياضي لها إحنا عندنا عشان أحسب الكي بي إحنا الكي بي اللي هو ثابت الضغوط ثابت الضغط يساوي ضغوط النواتج على ضغوط المتفاعلات ماشي كده عاوزين نكتب التعبير الرياضي للمعدلة اللي قدامي دي الكي بي ماشي هذا الكي بي هيساوي ضغوط النواتج على ضغوط المتفاعلات يبقى أنا أقول ضغط بخار المية H2O مرفوع لقص واحد في طب إحنا كتبنا المية يبقى هنا لأن هنا غاز غاز أي بس كده عاوزين نوضحها للطالب دي المية طالما غاز أو في الحالة فيبر يعني نصح بتاعها بخارية يبقى الحالة البخارية بيكتب لأنه بيبقى ليه إيه ليه تركيز تركيز إيه ثابت تركيز المية السائل السائل يبقى إحنا هنا ما نكتبش خلي بالك أبني ما نكتبش إيه التركيز المية السائل لكن لو المية في صورة بخار صورة غاز بكتب تركيزها عندي سواء في الكيسي أو في الكيبي طيب أنا عندي ضغط المية بخار المية مرفوع لقص واحد ورحب ما بكتبش ضغط أول أكسيد الكربون مرفوع برضو لقص واحد على ضغط الهايدروجين اللي هو الـ H2 في ضغط ثاني أكسيد لإيه ثاني أكسيد الكربون يبقى دي أول حاجة ده التعبير الرياضي التعبير الرياضي طيب إحنا في بعض الأسئلة على السؤال ده أو الجزئية دي بيقولك إيه وضح كيف يؤثر كل تغير من التغيرات الأتية على تركيز غاز الهايدروجين يبقى أنا عاوز أعرف غاز الهايدروجين هيزيد ولا هيقل حسب الاتجاه الطردي أو الاتجاه الإيه العكسي أول حاجة إيه اللي بيحصل لما ضيف المزيد من غاز ثاني أكسيد الكربون قبل ما الطالب يخش في الحتة ده ويبدأ يجاوب أقول للطالب أنت مديك معادلة وكاتب لك من الطرف كده أن قيمة دلتا اتش ايه موجبة تمام معنى كده أننا الحرارة يعتبر أحد المتفاعلات فأنا بأجي هنا ورح كاتب كلمة إيه هي نقليها باللون الأحمر كده عشان الطالب يأخذ باله تمام في المواد المتفاعلة في المواد المتفاعلة يعني بكي لماص وفي نفس الوقت أقول للطالب أنت خلي بالك هو بيقول لك إيه وضح أثر التغيرات الآتية على تركيز الهايدروجين تركيز الهايدروجين لازم أعرف لما يمشي في الاتجاه الطردي يحصل له إيه ولما يمشي في الاتجاه العكسي يحصل له إيه قبل من جوبي فتركيز الهيدروجين يحصل له إيه يزيد يبقى أنا أركز في الحتة دي يبقى إحنا كده أول ما نبدأ في إجابة السؤال زي ما قال الأستاذ الفاضل هنا أنت بتحدد الحرارة في المواد المتفاعلة ولا المواد الناتجة ده تفاعل ماص يبقى التفاعل ده كان محتاج مني حرار طب هو عاوز طالب مني إيه تسلسل ورقك كده وانت شغال في الامتحان وتسلسل أفكار بتاعتك أنا عاوز يعرف الهيدروجين ده بيزيد ولا يقل يبقى أنا باخد الهيدروجين وبتنقل للناحية التانية يبقى الهيدروجين هيقل يبقى في الاتجاه التاردي لو حددت اتجاه التاردي تركيز الهيدروجين هيقل لو رجعت للهيدروجين يبقى أنا بزود هيدروجين يبقى في الاتجاه العكسي تركيز الهيدروجين هنا إيه هيزيد يبقى حدد في الأول اتجاه التاردي والعكسي حسب المؤثر اللي إحنا هناخده في التفاعل تمام أول واحدة وسسمي برضو تاني إضافة المزيد من غاز ثاني أكسيد الكربون يبقى الطالب يعينه معايا كده أنا بزود فين ثاني أكسيد الكربون يعني بزود فين متفاعلات التفاعل هينشط في الاتجاه الطردي طالما هينشط في الاتجاه الطردي يبقى تركيز الهيدروجين هيقل طب الطالب يعبر ازاي يقول عند إضافة المزيد من غاز ثاني أكسيد الكربون ينشط التفاعل في الاتجاه الطردي ويقل تركيز الهيدروجين لما يضيف سانيوكسيكاربول طيب فيه برضو جزئية تانية في نفس السؤال لسه مخلص إضافة المزيد من بخار المية اللي يحصل لما أضيف المزيد من بخار المية طيب الطالب برضو يبص معنا على المعادلة نفسه أنا عندي المعادلة بتاعتي المية موجودة في النواتي أنا لما أضيف مزيد من بخار المية التفاعل هينشط في الاتجاه العكسي التفاعل لما بينشط في الاتجاه العكسي تركيز الهيدروجين يحصل له هيزيد يبقى التركيز الهيدروجين يبقى التفاعل أو هيمشي في الاتجاه العكسي تركيز الهيدروجين هيزيد يبقى إضافة المزيد من الماء بخار الماء يجعل التفاعل ينشط في الاتجاه العكسي ويزداد تركيز الهيدروجين طيب لو ضفنا عامل حفاظ في التفاعل اللي نعكسل ليس لو تأثير ما نوش أي تأثير طيب لو سألني على الضغط في نفس التفاعل برضو نفس الكلام عندنا الضغط بيأثر على مين بيأثر على التفاعل الغازي المتزن الغير متساوي في الحجوم تمام يعني لما يكون عندي تفاعل غازي متزن وحجوم المتفاعلات تساوي حجوم النواتج زي الحالة بتاعتنا كده الضغط ليس له تأثير أنا عندي هنا واحد مول واحد مول يبقى ده اتنين مول اتنين في اتنين وعشرين واربع من عشر يبقى اربعة واربعين وثمانية من عشر الجنب التاني برضو اتنين مول يبقى اربعة واربعين وثمانية من عشر يبقى حجوم المتفاعلات تساوي حجوم النوات يبقى الضغط ليس له ايه التأثير طب الضغط بيأثر امتى لو الحجوم مش متساوي يعني لو حجم المتفاعلات اكبر ماشي كده لما زود الضغط التفاعل ينشط في الاتجاه الايه في الاتجاه الاقل حجما ماشي كده طالما الحجوم متساوي يبقى الضغط ليس له تأثير طب لو طلب مني هنا أثر زيادة درجة الحرارة على هذا التفاعل ابص على الحرارة فيه ما حدد لي زيادة ما قالش الحرارة وسبني اه اشوف الحرارة فين في المعادلة بتاعت التفاعل عندي كلمة هيت موجودة مع المتفاعلات طب انا لما ارفع درجة الحرارة التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي وطالما ينشط في الاتجاه الطردي يبقى انا عندي تركيز الهيدروجين هيقل طب الطالب هيجاوب ايه بالراحة كده اقول للطالب على مهلك حدش جاري وراك طالما انت بتكتب صحة على مهلك هرفع درجة الحرارة يجعل التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي ويقل تركيز الهيدروجين الله يفتح عليك يا سامي طيب معنا فاصل ونكمل ان شاء الله بعد الفاصل بإذن الله ان شاء الله قبل الفاصل كنا بنتكلم معاك يا شباب على مثال لقاعدة لوشتلي وشفنا مع بعض اصل حرارة والضغط والتركيز واضافة عامل ايه حفز برضو من ضمن الاسئلة اللي ممكن يسأل فيها يا سامي ان ممكن توقع الطالب يعني في معادلة جميلة جدا جدا اللي هي تفاعل الاسطرة ما عليش هنقولها احنا ايه خدنا مثال على قاعدة لوشتلي بس تفاعل الاسطرة ده لو انا معايا حمد اسيتك وكحول اسيلي الطالب يشوفها ويرجع للعضوية جميلة حمد اسيتك سي او 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 اتش مع الكحول الاسيلي سي او او اتش فايف هيديني اسيتات الايصايل عابله تفاعل انعكاسي اي وانعكاسي زائد ميل هيديني اتش تو او زائد اسيتات الايصايل سي اتش سري سي او او سي او اتش فايف لو هنا سألني ايه اثر زيادة تركيز حمد الاسيتك برضو دخلني الباب دف دف الجزئية ديف دي اثر زيادة تركيز حمد الاسيتك عاوز اعرف حمد الاسيتك لما زود تركيزه التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي في الاتجاه الطردي طب لو زودت تركيز المية التفاعل ينشط في الاتجاه العكسي طب لو حطيت بقى حمد كابريتيك مركز حمد الكابريتيك هنا هينتزع المية ويمنع فالمية لما ينتزع يبقى التفاعل ينشط في الاتجاه الطردي ويمنع الاتجاه العكسي يبقى بنفكره بالعضوية عن طريق الجزئية دي حمد كابريتيك مركز هيتحط في التفاعل الأسطارة فبياخد الماء فبيمنع عن تفاعل العكس طب ما أنا عن تفاعل العكس يبقى ماشي في الاتجاه لإيه التارد يبقى تكوين الأسطار يبقى هيزيد الأسطار عندي طب لو أنا سحبت الأسطار من التفاعل التفاعل هيمشي في الاتجاه برضه إيه الطاردي عشان يعوض النقص فيه تكوين الأسطار طيب معنا برضو من ضمن الأسئلة الجميلة على قانون استفالد من سبوش نوزين الأول تعرف لنا حضرتك قانون استفالد أن سبوض درجة الحرارة قبل ما نخشف قانون استفالد ده تبع تطبيقات قانون فعل الكتل جميل إحنا بنطبق قانون فعل الكتل على مين على المحاليل وعلى تأيّن الميا وعلى حاصل الإزابة والتميّم جميل يبقى أنا بعمل تطبيقات قانون فعل الكتل على مين على المحاليل وعلى تأيين المية وعلى حاصل الإزابة والتميق همسك أول حاجة المحاليل عشان أفهم تطبيقات قانون فعل قتلة على المحاليل لازم الأول أعرف أنواع المحاليل أنا عندي المحاليل نوعين محاليل إلكتروليتية ومحاليل لا إلكتروليتية طب يطالب لك يعني محلول إلكتروليتي يعني محلول له القدرة على توصيل الطيار الكهربي طب ويعني لا إلكتروليتي ما بيوصلش طيار كهربي لانه لا يحتوي على ايونات موجبة او ايونات سالبة خلينا من الله الكتروليتي خلينا مع المحاليل الكتروليتي انا عندي المحاليل الكتروليتي هنبين فيها التأيين محاليل الايه الكتروليتي عندي منها نوعين عندي محاليل الكتروليتي قوية طب يعني ايه قوية يعني تامت التأيين واحنا متفقين من الحلقة اللي فاتت والحص المرة اللي فاتت ان كل ما هو تام لا ينطبق عليه قانون فعل ليه الكتلة وده سؤال مهم عالل لما يأتي لا ينطبق قانون فعل الكتلة على محاليل الالكتروليات القوية ليه لانها تامت التأيين لا تحتوي على جزيئات غير متأينة زي مثلا ان انا اجيب HCL غاز كوليدا هيدروجين ادوبه في المية هيديني ايونات هيدروجين موجبة و ايونات كولوريد سالم اللي ايه ايون الهايدرونيوم و ايون الايه الكولوريد انا عندي ايه اللي حصل جميع الجزيئات تحولت الى ايونات يبقى لا ينطبق عليه قانون فعل الكتلة طب مين اللي بينطبق عليه قانون فعل الكتلة محاليل الالكتروليات الضعيفة خلاص كده طب ليه بينطبق عليه القانون فعل الكتلة محاليل الالكتروليات الضعيفة غير تامة التأيين يعني ايه غير تامة التأيين يعني الجزيئات تعطي آيونات والآيونات ترتبط وتعطي جزيئات زي مين كده؟ مثلا حمض الكربوني أو حمض الأستيك حمض الأستيك CH3 COOH لما بيتأين في المياه اللي هو الـ H2O بيديني آيون أستات CH3 COO سالب زائد الهايدروجين الموجب أو الهايدروني هيدرونيوم ماذا كده؟ نحن يتحد مع الهايدروجين أنا ليه بقى بقول حتى دي لا يوجد آيون الهايدروجين حراً في المحلية المائية دولا بطريقة جميلة سمعوز أسمحها منك لا يوجد آيون الهايدروجين حراً في المحلية المائية ليه بقى؟ لأن عندي الهايدروجين الموجب بيتحد مع أكسوجين الماء برابطة تناسقية مكوناً آيون الهايدروني إحنا عندنا الميا عنده أزواج من الإلكترونات الحرة فبتبقى هنا ظرة مانحة اللي هي على ظرة الأكسوجين اللي هي على ظرة الأكسوجين والهايدروجين عنده أربطة الفارغ معظم الوقت لجي عن الرابطة التناسقية فبيأخذ الهايدروجين بيبقى الأكسوجين هنا مانح والهايدروجين هنا مستقبل فبيتكون آيون الهايدرونيوم فأنا دائماً وأنا بتكلم أقول له هيدروجين موجب اللي هو الهايدرونيوم هيدروجين موجب اللي هو الهايدرونيوم عشان الطالب يعرف إنه هما الاتنين إيه؟ إنه إحنا عندنا أسئلة من ضمن المسائل اللي بتيجي بيقول لي ممكن إيه؟ إحسب تركيز أيون الهايدرونيوم أو إحسب تركيز أيون الهايدروجين في محلول حمضي في محلول يبقى أيون الهايدروجين لا يوجد حر في المحالية المائية لأنه بيرتبط مع جزيئات المية من خلال ربطة تناسقية مكونا أيون الهايدرونيوم نقول لها تاني وبالراحة علل لا يوجد أيون الهايدروجين حر في المحالية المائية لأن الهايدروجين المحالية المائية بيرتبط مع جزيئات المية من خلال ربطة تناسقية مكونا أيون الهايدرونيوم الله يفتع عليك طيب إحنا نرجع للكلام بتاعنا عشان طالب ما يتوش مننا هي بتاعت حمد الأساتيك من المية إحنا بنقول المحالية الإلكتروليتية عندي منها قوية تامة التأيون وده ما بيحصلش فيه اتزان وعندي محالي الإلكتروليتات ضعيفة يعني إيه إلكتروليت ضعيفة يعني غير تام التأيون يعني التأيون بتاعه جزئي جزيئات تتأيين وآيونات ترتبط متى نصل إلى حالة الاتزان وهنسمي الاتزان ده إيه أنا بصل إلى حالة الاتزان لما معدل التفكك يتساوى مع معدل الارتباط يعني في اللحظة اللي فيها جزيئات تتفكك آيونات ترتب يبقى الاتزان لما هيحصل يحصل بين مين ومين بين الجزيئات والآيونات الناتجة منه يبقى ده اتزان آيوني طب ما ده هسميه ايه اتزان آيوني اقوله بقى عرف ويمشي معايا بقى واحدا ايه هو تعريف الاتزان الآيوني الاتزان الآيوني هو نوع من الاتزان ينشأ فيه محاليل الالكتروليتات الضعيفة بين مين ومين بين الجزيئات والآيونات الناتجة منه نوع من الاتزان ينشأ فيه محاليل الإلكتروليتات الضعيفة بمن ومين بين الجزيئات والآيونات الناتجة منه قال له طب امتى قال له لما معدل التفكك يساوي معدل الارتباط تفكك الجزيئات لآيونات بعدين ارتباط بعض الآيونات أو كل الآيونات التي تفككت ترجع إلى جزيئات بيتساوي معدل التفكك من جزيئات إلى آيونات مع معدل ارتباط الآيونات إلى جزيئات وده بيحصل فيه الالكتروليت الضعيف عشان كده جئي سؤال قبل كده استاذ رمضان قال للطالب ايه كيف تميز بين حمض الاساتيك النقي وحمض الاساتيك المخفف ده مهم جدا السؤال مهم ان انا هفرق بينهم عن طريق التوصيل بتاع الكهرباء ان انا عندي حمض الاساتيك النقي لا يوصل الطيار الكهرباء ليه لانه ما عندوش ايونات ما عندوش جزيات متفككة طب حمض الاساتيك المخفف ده المية بتفكك بعض الجزيات فبيخلي الحمض عندو قدرة بسيطة على توصيل طيار الكهرباء مين بقى اللي شبط في الحتة دي عشان انا عايز اخش القصة فالد واسيف لك لا 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 معاشي ان انا كل ما بزود مية كل ما الاضاءة بتاعت المزوعة بتزيد تمام لانه بتفكك بيزيد ايه لانه التفكك بيزيد تظهر ايونات فبيوصل طيار الكهرباء يعني معنى كده كلما زادت تخفيف زادت درجة ايه التأيون وكلما قلت تخفيف قلت درجة ايه التأيون يعني بقى العلاقة بينهم علاقة ايه طردية يعني انا دلوقتي بميز ما بين حمض اللي خليك النقي والمخفف عن طريق التوصيل ايه توصيل الكهرباء فيه طالب قال لي طب يا أستاذ ما احنا عارفين ان النقي ده هو حمض اللي خليك سلجي يعني بيتجمد عند درجة كمت 16 درجة ما اوي طب المخفف بيتجمد عند كمت هل دي تنفع التمييز ايو السن ما تنفعش هو طبعا التمييز انا احط الحاجة في التلاجة واستنال حد لما يبرد واجيبت المماتل وقيد درجة التجمد هل دي تأجربة عملية موجودة في الكتاب هو حمض الخليك النقي اللي احنا بنسميه حمض خليك سلجي اللي هو على هيئة بلوراس سلجية وبيكون مادة كوية والحمض الخليك السلجي ده بيتجمد عند درجة 16 درجة مقوية ويكون تركيزه كام انت فاك لو اتنسى العضوية يعني لازم العضوية معنا في كل حد هتركيزه مية في المية اللي هو حمض خليك سلجي يبقى كيف نميز بين حمض خليك نقي وحمض خليك مخفف عن طريق التوصيل الكهرابي المخفف بيزداد تأيونه مع التخفيف على حسب قانون وقاعدة استفالد اللي هنتكلم عليه دلوقتي استفالد دي تجربة انا التجربة بتاعتم بتقول ليه كلما زاد التخفيف اللي هو الفي زادت درجة التأيون اللي هي الفا يبقى العلاقة بين الاتنين دول التخفيف ودرجة التأيون علاقة ايه طردية وفي نفس الوقت كلما درجة التأيون يزيد التركيز اللي هو سيدة بيحصل له ايه بيقل يبقى العلاقة بينهم علاقة ايه عكسية يبقى انا عندي هنا درجة التخفيف وهنا عندي درجة التأيون وهنا عندي الايه التركيز استفالد عايز يثبت الكلام ده رياضيا انا دايما اقول للطالب ايه لما يكون عندك مقدار ثابت زي الكي سي مثلا او الكي ايه وعندك الناتج بتاعك بسط ومقام يبقى ده بنقول عليه تناسب طردية ولو عندك مقدار ثابت والنتيق المعدلة بتاعتك طلع الضارب ومضروب يبقى لا تناسب ايه عكسي فانا هشوف العلاقة بين الفي اللي هو درجة التخفيف والفا لو طلع بسط ومقام يبقى لا تناسب طرد ويبقى شغلنا صح ولو بين الالفا والسي طلع ضارب ومضروب يبقى تناسب عكسي وشغلنا ايه صح مين بقى اللي عايز يزبط الكلام ده استفالد استفالد عايز يزبط الكلام ده الرياضيا وانا متعمد ان انا اقول قانون استفالد ده واتثبات الرياضي بتاعه عشان اعرف الطالب ان ما فيش حاجة صعبة ما تستصعبش الحاجة بدون ما تخش فيها احنا بص يا شباب احنا مصريين احنا بنمطح في الصخر لا تراجع ولا استسلام ما حدش يقوللي ده صعب ما فيش حاجة صعبة علينا احنا ما عنداش حاجة صعبة بالفضل الله تعالى فانا عايزك تخش في الحيطة وان شاء الله تعدي من ناحية تانية ما فيش ايه يعني احنا ربنا يوفق ربنا يوفق من شاء الله ربنا حدش يستصعب اي حاجة ما فيش حاجة صعبة بص بصابرة والصبر ان شاء الله توصل با commitments نها رب العالمين استفالد بيقول ايه الترباس السعيد نزل استفالد بيقول ايه بقى بقول أنا هافترض إن أنا عند حمض ضعيف أحادي البروتون خدت منه واحد مول يبقى أنا عندي هافترض إن الحمض الضعيف ده اللي هو الـ H A أحادي البروتون ده الاثبات الرياضي ده الاثبات الرياضي القانون قصف كب الع cuál طلعع منه المنطوح الشرط الأساسي عند السبوط تأقر какое الحرارة آه عندي حمض ضعيف أحادي البروتون هاخد منه واحد مول أنا خدت منه واحد مول يبعد الأملات واحد واحد يعني فيه كم جزئ 6 و 2 من 100 في 10 قص 23 جزئ من الحمض ده شوية منه اتأينه يبقى اللي فاضل عندي مين 1 ناقص الشوية اللي اتأينه اللي هو ألفا طب ألفا الشوية الجزئات اللي اتأينت دي تأينت الى ايه الى عدد من الايونات الموجبة وعدد من الايونات الايه اله الموجب يبقى هاي دينا اتش موجب وعدد مولاته ألفا زائد الايه السالب وعدد مولاته ألفا فطالب قال لي ازاي ألفا واحدة اتطلع ألفتين قلت له لا ده هنا النحيات ده جزئات ولما تفك يديني عدد مولات من الايونات الموجبة وعدد مولات من الايونات الايه السالب يبقى فيه حتة تاني القولة في الحتة دي ان ده اساسا الحمض ضعيف فمقدار ما يتفكك منه مقدار ضئيل جدا ده احنا هنهمله دلوقت مقدار ضئيل جدا جدا فألفا طلعت ألفا يعني المقدار ده صغير جدا 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 يعني قدي مثال من عندي لو معي 100 جزئ هتفك منه ما يكملش واحد واحد جزئ تفكك لأ ايه ايونات فالمقدار بيكون ضعيف جدا وصغير جدا لان انا بستخدم حمض ضعيف يبقى القانون الاستفالت لما اجا طلع الـ K-A دلوقتي اللي هو ثابت اتزان الحمض الضعيف وليس اي حمض تاني الاحمض الضعيف تمام طيب انا هقول ثابت الاتزان وهسميه K-A أسد يعني خلاص كده هيسام تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات مين عندي النواتج الهيدروجين الموجب مرفوع لأس واحد في الـ A السالب مرفوع لأس واحد على تركيز الـ H-A جميل خلاص كده على التركيز مش مولات طيب انا عايز اجيب تركيز الهيدروجين وعايز اجيب تركيز الـ A السالب وعايز اجيب تركيز الـ H-A احنا التركيز بيساوي ايه من الباب السادس عدد المولات على الحجم باللتر التركيز بيساوي ايه عدد المولات على الحجم باللتر طب انا عايز اجيب تركيز اله ايه هيساوي طب عدد المولات كام واحد ناقص الف على الحجم هرمز بالرمز في طب عايز اجيب تركيز ايونات الهيدروجين الموجب هيساوي عدد المولات الف على الحجم في وعايز اجيب تركيز الايه السالب هيساوي عدد المولات الفا على في انا كده بقى موجود عندي ايه موجود عندي تركيز الايش ايه اللي هو واحد واحد نعص الفا على في وتركيز الايش الموجب اللي هو الفا على في وتركيز الايه السالب اللي هو الفا على في تمام اعوض في القانون الاصلي اللي هو القانون بيقول لي ايه كي ايه هيساوي شرط تكسر هشيل تركيز الهيدروجين وحط مكانه ألفة على في تركيز مضروف في ألفة على في اللي هو تركيز الايه مقسوم على واحد ناقص ألفة على في خلاص كده يبقى أنا عندي الناتج النهائي بقى يبقى الناتج النهائي هيساوي شرط تكسر ألفة تربيع على في في واحد ناقص ألفة وده بيسموه قانون أستفالد العام لو أنا بصيت لي درجة التفكك وبصيت لي التخفيف طلع عندي زي ما احنا قلنا في الأول بصت ومقام يبقى تعلاقه هنا علاقة ايه طردية تعالى من الشكل الرياضي ده نطلع منطوق لقانون أستفالد قانون أستفالد بيقول ايه بيقول الشرط اللي انت قلته من شوية ستظهر على الشاشة أفضل وانت بتقولها طيب ماشي قانون أستفالد بيقول ايه عند ثبوت درجة الحرارة عند قانون أستفالد بيقول ايه عند ثبوت درجة الحرارة ده الأساس اه ده الأساس كلما زاد التخفيف اللي هو الفي دي زادت درجة التأيين اللي هي ألف ليه بقى لكي يظل الكي ايه سابت كلما أزود التخفيف لازم درجة التأيين تزيد عشان قيمة الكي ايه كي دي تفضل سابتة ده قانون أصفالد بيقول كده عند ثبوت درجة الحرارة كلما زادت تخفيف اللي هو في زادت درجة التأيين لكي يظل السابت ثابت ده الجزء الأولاني أنا كده أثبت ان العلاقة بين الفي والألفا علاقة تردية بدليل انه عند مقدار ثابت وطلع بسط ومقار عايزة اثبت الجزء الثاني اللي هو بيسموه قانون أصفالد التقريبي عايزة اثبت الجزء اللي هي التاني ان العلاقة بين درجة التأيين والتركيز علاقة ايه عكسية طب بعمل ايه انا بقول ان المقدار ما يتأين من الحمض ضئيل جدا فممكن واحد ناقص الفة لو اهملت الفة يساوي الواحد صحيح مقدار ما يتأين من الحمض الضعيف ضئيل جدا يمكن اهماله يبقى انا عند العلاقة واحد ناقص الفة دي تقول الى الواحد ايه صحيح طب انا عندي تركيز الحمض اللي هو الاتش ايه اللي انا برمزه بالرمز سي هيساوي ايه كان الاول بيساوي واحد مائس الفة على في طب انا لو اهملت الفة يبقى هيساوي واحد على في يبقى السي بواحد على في خلاص كده يبقى السي بيساوي واحد ايه على في ااجي عندي المعادلة الرئيسية بتاع اوستفل يبقى كي ايه بيساوي الفة تربيع على في في واحد ناقص الفة انا ههمل الفة تمام يبقى الكي ايه هيساوي ايه واحد على في في الفة تربيع واحد على في احنا جايبينها واحد على في بتساوي ايه السي يبقى الناتج النهائي عندي ان الكي ايه بيساوي سي في الفة تربيع طب العلاقة هنا طلعت ايه ضارب ومضروب بيساوي مقدار سابق يبقى تناسب عكس يبقى لما درجة التأيين تزيد لازم التركيز يقل لكي يظل السابق سابق ايه الصعب في الكلام ده ناخد الامور ببساطة عملية بسيطة يبقى كده في علاقة عكسية ما بين التركيز ودرجة التأيين الله افتح عليه وده اللي بنحل بين المسائل يكيه ايه بتساوي ألفة تربيع في سي مع ألفة بيساوي الجزر تربيع الكي ايه على سي يبقى انا عندي ألفة بيساوي جزر الكي ايه على سي هنشوف بعض الامثلة على كده معنا سؤال من الاسئلة بجيه في المتحان قبل كده برضو يابيت نكتب السؤال ده برضو السامي احسب درجة التأيين احسب درجة التأيين لمحلول واحد من العشرة مولاري المحلول بتاعنا واحد من عشرة مولاري من حمض ضعيف عند خمسة وعشرين درجة مقوية طبعا احنا كتبنا درجة الحرارة ولا هنستخدمها لانه ده مقدار سابت هنا لانه عند سبوت درجة الايه درجة الغرفة يبقى احسب درجة التأيين لمحلول واحد من العشرة مولاري من حمض ضعيف عند خمسة وعشرين درجة مقوية علما بان نسابة التفكك لهذا الحمض هو واحد وثمانية من عشرة في عشرة أسسالي بخمسة في عشرة أسسالي بخمسة احنا كلمة درجة التأيين عرفت القانون اه كيه طالما هو عايز ايه كده درجة التأيين احنا عندنا برضو هنتبه للطالب واحدة واحدة كده احنا عندنا الكي اي بيساوي الفة تربيع في سي يبقى انا عندي الفة تربيع هيساوي كي اي على سي يبقى الفة الوحدة هيساوي جزر كي اي على سي يبقى انا كلنا عملوا عمل ايه عمل التعويض مباشر عمل التعويض ايه مباشر يبقى انا عندي الفة هيساوي جزر الكي اي بكام واحد وثمانية من عشرة في عشرة أسسالي خمسة على التركيز واحد من ايه من عشرة والطالب يطلع علينا الناتج بالأيه بالآل الحسن طبعا سهل ناشي كده طيب برضو فيه سؤال ممكن يملي جزئية كبيرة من اللي احنا بنقوله النهاردة هندخل فيه البي اتش والبي اتش وكمان درجة التأيون ونخش مع بعض على ايه الحساب التركيزي اللي موجود طيب قبل ما نخش على البي اتش هنشرح القوي نادي برضو الطلبة ايه طيب بكرة احنا عندنا الماء الكتروليت ضعيف كويس ومقدار ما يتأين منه ضعيل جد فانا لو جبت سأل طيب قبل ما نكمل اتفضل فيه سؤال جيب الانتحان فعلا وكان بيكلم على الماء كاللكتروليت ايه ضعيف وليكتب معادلة اتزان الماء معادلة اتزان الماء اتش و اتش بتتفاكلك الى ايه اتش موجب و اتش ايه سالب يعني السؤال فيه كذا جزئية نقولها مع بعض هادي الاتش تو اهو زاد الو اتش سالب ده معادلة الاتزان بتاع الماء بتاع الماء وفي نفس الوقت طلب مني ايه قال لي ما نوع اتزان الماء اه يعني سأل اه اتزان ايون اه اتزان ايون طب ما قيمة الكي دابلي للماء وقيمة البي اتش للماء طيب واحدة واحدة بقا طيب فيه تركيز ايون الهايدروكسيد ولما تحسب الطلع عشرة الصناعيس 14 مول لكل لتر مول لكل لتر تمام الكي دابليو دا دا بنسميه الحاصل الايوني للماء عندنا دا من ضمن التعريفات بتعريف مهم المهم جدا هو وطاقة التنشيط طاقة التنشيط حاصل الايوني الماء قاعدة لوشتلي قانون السفالت كمان قانون فعل ايه الكتلة طيب قلنا بقى حاصل الايون حاصل الايون الماء تعريفه منتقى البساطة هو حاصل ضرب تركيز ايون الهايدروكسيد السالب اللي بيساوي 10 أس سالب 14 مول لكل لتر السم عندك بورقة وقلم اكتب معي كي دابليو يعني ايه كي دابليو حاصل ايون الماء هو حاصل ضرب تركيز ايون الهايدروكسيد السالب في تركيز ايون الهايدروكسيد السالب اللي بيساوي 10 أس سالب 14 مول لكل نت طبعاً ده الكيد أبله الحص الأيوني ده من هنا أنا ممكن أجيب تركيز الهيدروجين جوه الماء طبعاً وتركيز الهيدروكسيد لأن الماء متعادل الماء مركب متعادل يبقى تركيز الهيدروجين بيساوي تركيز الهيدروكسيد بحصل ضربهم 10 أس سالب 14 يبقى كل واحد فيهم 10 أس سالب كام يبقى هيساوي 10 أس سالب 7 أيوة في 10 أس سالب 7 يبقى لما تضربهم في بعض الأسس بتجمع هيساوي عشر أسسالب كام 14 تمام لو أنا جيب ببسيط للقيم دي أسس رمضان هلاقي إنها قيم متناهية في الصغر عشر أسسالب ساوي عده رقم صغير جدا عشان كده حولوه إلى اللغرتم السالب حولوه إلى اللغرتم ليه؟ السالب طب ليه اللغرتم سالب؟ طب إحنا نشرح البي إتش كده بسرعة مع بعض عشان وقتنا جيري بينا نعرفهم يعني إيه؟ قصة هيدروجين وقصة هيدروكسيلي وإن شاء الله لو لدينا عمر نكمل في الحلقات اللي هي إن شاء الله رب العين البي إتش يبقى أنا عندي لما جبت تركيز الهيدروجين عشان أعظم القيمة بتاعته جبت اللغرتم السالب بتاعه فده أنا رقم الرقم ده سميته البي إتش البي إتش بيساوي ناقص لج تركيز الهيدروجين الموجب أو الإيه؟ الهيدروني البي إتش بيديني أرقام صحيحة من صفر لحد 14 تمام أنا عندي اللي في النص سبعة البي إتش لو بيساوي سبعة ده محلول متعادل أقل من السبعة ده محلول حمضي وأعلى من السبعة ده محلول إيه؟ قاعدة عشان كاي بنقول للطالب إيه؟ البي إتش ده هو اللغرتم السالب للأساس عشرة لتركيز الهيدروجين طب تعريفه إيه؟ هو أسلوب للتعبير عن درجة الحموضة أو القاعدية للمحاليل المائي ده كلام مضبوط ده بالنسبة للبي إتش اللي هو القس الهيدروجيني أو الرقم الهيدروجيني طب تأسلوب للتعبير عن الحموضية أو القلوية أو ممكن نقول عليه هو اللغرتم السالب للأساس عشرة لتركيز أيون الهيدروجين وكل ما يقل البي إتش كل ما يزيد درجة الحموضية كل ما يزيد البي إتش كل ما يزيد درجة القلوية طبعا ده بيربطنا على طول بسؤال علل حمد السيتريك بيمنع نمو البكتيريا طبعا ده سؤال مهم لأنه بيقل البي إتش يعني بيزود الحموضية البي إتش اللي هي مجال واللي هي درس التميق وإن شاء الله طبعا هنحاول نكمل الجزئية دي بإذن الله إن شاء الله في الحلقات اللي جاية نشكر أستاذ سامي ربنا يزيدك علم يا رب ويوفقك دايما ويزيد ولدنا كده كل خير إن شاء الله وربنا عنكم ويوفقكم وبالتوفيق الدائم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله